السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب الدليل إحنا في الفصل الخامس إشعاع الجسم الأسود هنحاول وإحنا بنحال الأسئلة دي كون في إدينا كتاب المفاهيم ونشوف هل ممكن فعلا نستفاد منه في الحل ولا لا السؤال الأول تقع منطقة الضوء المرئي في الطيف الكهرم ونقصي بين منطقتين إيه هما؟ آدي الضوء المرئي موجود في كتاب المفاهيم آدي الضوء المرئي الجزء ده قبل منه الأشعة تحت الحمراء وبعد منه الأشعة الفوق بنفسجية يبقى إذن هيقع بين منطقتين إيه الأشعة الفوق بنفسجية والأشعة تحت الحمراء يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم إيه السؤال البعضه النسبة بين الطول الموجي لفتون أشعة إكس والطول الموجي لفتون أشعة تحت الحمراء آدي الأشعة تحت الحمراء وآدي أشعة إكس لازم نكون فاهمين إن كده إحنا ماشيين الطول الموجي بيقلي يعني أكبر الطول الموجي هنا وبعدين يبدأ الطول الموجي يقلي طيب فانت عايز مني النسبة بين الطول الموجي لفتون أشعة اكس طب أنا عشان أجيلك يبقى هنا الطول الموجي أقل من الطول الموجي عند الأشعة تحت الحبراء يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى أقل من السؤال بعده النسبة بين تردد فتون أشعة فوق بنفسجية وتردد فتون الأشعة تحت الحبراء الأشعة الفوق بنفسجية هي والأشعة تحت الحبراء هنا التردد ده أعلى ليه التردد ده أعلى لأن الطول الموجي أقل يبقى التردد هنا أعلى من التردد ده وبالتالي هتبقى الإجابة الصحيحة أكبر منه يعني الاختيار الصحيح يبقى رقم ألف السؤال لرقم أربعة النسبة بين سرعة فتون أشعة جامع وسرعة فتون أشعة تحت الحمراء في الفراغ ما تكملش أدام وسط واحد يبقى سرعتين متساوياتين يبقى تساوي إجابة صحيحة رقم ألف السؤال بعده الفتولات اللي بتأثر على العين بتسبب الرؤية في الطيف يطرق دي بتتروح مداها بين إيه وإيه تمام؟ يبا إحنا دلوقتي عايزين نعرف المدى بتاع منطقة الضوء المرئي احنا حافظين إنها ما بين ربعمية نانو إلى سبعمية نانو تمام؟ ربعمية نانو من ربعمية نانو متر إلى سبعمية نانو متر دي منطقة الضوء المرئي طيب هنا ندور عن نانو هنلاقي يبقى لك أربعة تلاف نانو سبعة تلاف يبقى به مستبعلا طيب عايزين نجرب كده الرقم ده لمسلا إذا يحول من ربعمية نانو ونعرف إن ده الرقم الصحيش الأنجستروم عشان أعرف إذا كان الرقم ده صحيح ولا ناخد الربعمية نضربها في الوحدة اللي هي معاها دي اللي هي النانو اللي هي عشرة والسالب تسعة على الوحدة اللي انت عايز تروح لها اللي هي الأنجستروم عشرة والسالب عشرة هيتبقى هنا ربعمية على عشرة والسالب واحد يعني أربعة تلاف أنجستروم لألا حسبها تخلصها لك طيب وهنا فعلا أربعة تلاف أنجستروم سبعة تلاف أنجستروم إذا العبارة دي صحيحة يبقى الاختيار الصحيح رقم ده سؤال رقم ستة النسبة بين درجة حرارة جسم متوهج إلى درجة حرارة جسم غير متوهج طبعا جسم متوهج درجة حرارته أعلى فهتبقى الإجابة الصحيحة أكبر من إجابة رقم ده السؤال لرقم سبعة النسبة بين كمية الإشعاع الساقط على جسم غير مثالي إلى كمية الإشعاع المنتص الجسم الغير مثالي مش هيمتص الإشعاع كله لأن أنا بوصف الجسم المثالي لما يمتص الإشعاع كله فده جسم غير مثالي فلن يمتص الإشعاع كله فتبقى كمية الإشعاع السقطة عليه أكبر من كمية الإشعاع اللي هيمتصها يعني الإجابة الصحية هتكون رقم ألف السؤال رقم 8 النسبة بين كمية الإشعاع الممتص بوسطة جسم أسود مثالي إلى كمية الإشعاع السقطة عليه هتساوي ليه بقى هتساوي؟ لأنه هو ممتص مثالي أي يمتص جميع الأطوال الموجهة السقطة عليه فبالتالي الإشعاع السقط هو الإشعاع اللي هيمتص فتبقى الإجابة الصحيحة رقم G سؤال رقم 9 المدى الطيفي للإشعاع الصادر عن جسم درجة حرارته 100 درجة مقوية إلى المدى الطيفي للإشعاع الصادر عن جسم درجة حرارته 100 درجة كيلفين المدى الطيفي مرتبط بدرجة الحرارة وبالتالي لو أنت عايز تعرف مين اللي لي مدى طيفي أكبر يبقى هو للي درجة حرارة أكبر فإبقى تفتكر أن درجة الحرارة دي متساوية لأنك مش هتقدر تقارن بأن دي بالمقوي ودي بالكيلفين فأنت تحول دي الأول من مئة وي لكيلفن فهتقول مية زائد مئتين تلاتة وسبعين هتبقى تلتمية تلاتة وسبعين درجة وبالتالي درجة الحرارة هنا تلتمية تلاتة وسبعين كيلفن أما هنا مية كيلفن فبالتالي دي درجة حرارة أعلى يبقى إذن المدى هيبقى أكبر يعني إجابة صحيحة هتكون رقم ألف السؤال اللي بعده إذا كانت قمة منحنة الإشعاع لجسم درجة حرارته تلتمية كيلفن تقع في منطقة الأشعة تحت الحمراء فإن قمة أشعة الجسم درجة حرارته خمس تلاف كيلفن تقع في منطقة إيه؟ دي مسألة طيب أتعامل معاها إزاي؟ إنت عندك هنا إشعاع الجسم المعين يعني درجة حرارته يبقى معاك درجة الحرارة الأولى تلتمية كيلفن ودرجة الحرارة الثانية تي اتنين خمس تلاف كيلفن على العموم درجة حرارة تلتمية كيلفن درجة حرارة الأرض وبالتالي أنت عارف أن الطول الموج المصاحب لأقصى شدة إشعاع عند الدرجة دي كان في منطقة الأشعة تحت الحمراء كان اللمضة في الحالة دي بيساوي عشر تلاف نانو متر عشر تلاف نانو متر وهنا بيحتفق أو بيعتمد على المعلومة اللي أنت حافظها طيب يبقى دي كده اللمضة الخاصة بواحد متقدرش تجيب أنت لمضة تنين هنستخدم قانون فين هنقول عبارة عن لمضة واحد على لمضة تنين بالساوي تي تنين على تي واحد لمضة واحد بعشر تلاف على لمضة تنين عايزين نعرفها في تي تنين هنا عندك خمس تلاف على تي واحد تلتمية هنضرب كده قول لمضة تنين بالساوي الطرف المتصل يعني تلتمية في عشر تلاف على خمس تلاف هيطلع الناتج ستميت نانو متر يعني في منطقة الضوء المرئي وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون رقم جي السؤال اللي بعده وحدة قياس ثابت بلانك هي ايه تمام ثابت بلانك احنا عندنا الطاقة بالساوي اتش في نيون وبالتالي سابت بلانك اللي هو الاتش ده عبارة عن اي على نيون الاي دي وحدتها الجول ونيون يعتبر مقلوب الزمن الدوري فيبقى ثانية سالب واحد ما هو وحدة الزمن الدوري ثانية هو مقلوبها يبقى ثانية سالب واحد سالية سالب واحد تطلع فوق في البس تبقى جول في ثانية واحظر من الوحدة دي لانها شبيهة بوحدة في القهربية بس الوحدة في القهربية جولة عال ثانية دي وحدة القدرة اما دي جول في ثانية دي الوحدة الخاصة بسابت بلانك ومش تلاقي الوحدة دي موجودة هنا بيقول جول في ثانية سالب واحد لاخبطك لا هي جول في ثانية بس طيب اتعامل ازاي احنا ممكن هنا نقول ان الجول اللي هو اطاقة ما هي عبارة عن قدرة في ثانية يعني باور يعني وط في ثانية وقادي الثانية اللي عندي في القانون يبقى ممكن اقول وقف ثانية تربيع يعني الوحدة دي هي الوحدة المكافأة للمعامل أو لسابط بلند وبالتالي إجابة صحيحة هتكون رقم به سؤالنا رقم 12 إذا كانت طول الموجة المصاحب لأقصى شدة إشعاع صادرة من سطح الشمس يبقى ده معاك أول طول الموجة في السؤال فتكتب لندة واحد 500 نانو طيب ودرجة حرارة الشمس قادي برضه T1 يبقى ده طول الموجة المصاحب لأقصى شدة إشعاع في الشمس وده درجة حرارة الشمس يبقى الشمس اللي اعتبرته رقم واحد 6000 كلفن تمام فإن أقصى شدة إشعاع صادر عن إناء به ماء يغلي كده معاك الماء بتغلي عند مية درجة مقاوية بس أنا ما بتعاملش بماء بتعامل بالكلفن فهقول مية زائد 273 هتبقى تلتمية تلاتة بسبعين تمام عايزوا طول الموجة بقى في الحالة التالية الطول الموجة لمضة وعايزها بالأنجستروم طيب أنا لو تعملت بالمعطيات دي هجيب الطول الموجة بالوحدة اللي هي النام فأنا عشان أجيب بالأنجستروم هضرب دي بقى في عشر قصة سالب تسعة عشان أجيب الوحدة بالمترو وبعد كده هحولها الأنجستروم فأنا هقول لمضة واحد على لمضة اتنين بتساوي T2 على T1 لمضة واحد بخمسمية في عشر قصة سالب تسعة على لمضة 2 اللي هي مجهولة هتساوي تي 2 اللي هي 373 على تي 1 اللي هي 6000 أنا عايزة لمضة 2 فهقول الطرف المتصل يعني 500 في 10 سالب 9 في 6000 على 373 هيطلع معايا الناتج 8 و 4 من 100 في 10 سالب 6 بس ده بالمتر فأنا هضرف 10 سالب 10 علشان أحول من المتر للأنجستروم فهيطلع معايا الناتج 80 و 4 من 10 في 10 سالب 3 يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم به للإجابة على السؤال ده هاعتمد على حاجتين رقم واحد إن المنحنة اللي هتبقى درجة حرارته عالية هيبقى مساحة تحتيه أكبر رقم اتنين إن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع بتناسب تناسب عكسي مع درجة الحرارة يعني درجة حرارته قليلة يبقى طول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع كبيرة طيب هنا بيقول لي أو أوصف بشكل صحيح المقارنة بالمنحنة بلانك الجسمين واحد منهم 4000 كيلفين والتاني 2000 طيب أنا هستبعد شكل 1000 لأنه بيقول لي المساحة الكبيرة دي لتحت المنحنة ده هو ده درجة حرارته 2000 وده درجة حرارته 4000 فده مستبعد طيب هنا بيقول لي إن ده 2000 وده 4000 مظبوط طيب الطول الموجي الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع إنت عايز تقول لي إن الطول الموجي ده قليل أقل من ده رغم إن درجة حرارة ده أقل فده مش هينفع طيب الاختيار رقم جيل هنا ماشي المساحة الكبيرة 4000 ومساحة صغيرة 2000 تعالوا نشوف الطول الموجي الطول الموجي للي درجة حرارته كبيرة قليل واللي طول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع للي درجة حرارته قليلة هو الكبير يبقى دي مظبوطة الاختيار جيل مظبوط طيب الاختيار رقم ده بيقولي ان اللي اتنين قد بعض مش هينفعه يبقى الاجابة الصحيحة هتكون رقم جي هنصلح بس السؤال ده نخليه 14 الشكل مقابل يوضح منحنة بلانك الجسم اسود عن درجة حرارتين مختلفتين T1 و T2 طب عايزي النسبة بين T1 ل T2 T1 على T2 من هلاقة VIN أو قانون VIN ان درجة الحرارة بدت ناسب تناسب عكسي مع طول الموج المصاحب بأقصر شدة اشعة فتبقى T1 على T2 سوى لمضة 2 على لمضة 1 لمضة 2 ب10,000 ولمضة 1 ب500 هيتطلع الناتج 20 لواحد يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم ألف السؤال لرقم 15 فتونات مختلفة تردد الاول 2 في 10 أو 15 تردد التاني 6 في 10 أو 15 فتكون سرعة الفتون الاول في الفراغ لسرعة الفتون سرعة واحدة أدام في البسط الواحد بسرعة هتساوي الاجابة الصحيحة على رقم جي سؤال رقم 16 لو زادت طاقة الفتون ايه يحصل لطول الموجي؟ طبعا طول الموجي ايه؟ الطاقة E بساوي HFC على لمضة بين الطاقة والطول الموجي علاقة عجسية فكلما زادت الطاقة قلت طول الموجي طب والعدد العدد كمان هيقل آخر فرد في تفسير بلانت لمنحنياته انه بيقول لها كله زادت طاقتها زادت طرددها قل عددها يبه هنا اختار يقل ويقل يعني إجابة الصحيحة رقم جي السؤال رقم 17 فتونات النسبة بين ترددهم تردد يهمة تلاتة الواحد فتكون النسبة بين توليهمة الموجيين كامل كامل بين التردد والطول الموجي علاقة عكسية انت عارفين السي وسي دي سرعة الضوء مقدار سابت بتسوي لامضة في نيوم وكل مضروب عكسي يبهى بينهم علاقة عكسية اذا لو كان التردد 3 على 1 يبهى طول الموجي 1 ل3 يعني إجابة صحيحة هتكون رقم ده سؤال رقم 18 عندك فاتيلة مصباح تصدر ضوء تتركز شدته تحريك الزالك الخاص بروستات إلى الموضع اكس لو انت حركت رستات للموضع اكس يبهى انت بتزود المقاومة يعني بتقلل الطيار يعني بتقلل الحرارة اللي هتتولد من المصباح ويتبقى لقانون في ان لما الحرارة يبهى طول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع هيزداد فزا كانوا طول الموجي عنده البرتقالي يبهى لما هيزيد هيروح للقبل منه اللي هو مين اللي هو اللون الأحمر يبهى الإجابة اللون الأحمر لأنك عندك ترتيب الألوان أحمر برتقالي فانت عندك البرتقالي ده لما نحب نزود الطول الموجي يبهى الروح لللون الأحمر يبهى الإجابة الصحيحة رقم G سؤال رقم 19 الشكل المقابل يمثل منحنة بلانك لإشعاع جسم صادر عن جسم ساخن درجة حرارته T1 طيب ماشي الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع موجودة عند اللامضة 2 فإذا أنقصت درجة حرارته لT2 طيب لما درجة الحرارة تقل المفروض أن الطول الموجي يزداد فلما هيزداد هيزاح الطول الموج اللي هو المصاحب لأقصى شدة إشعاع من لامضة 2 يروح للمضة 3 يعني الإجابة الصحيحة هتركون رقم G السؤال اللي بعده الشكل بيان المقابل يمثل منحنة بلانك فإن الجسم يمكن أن يكون طبعا تعالى نعرف تقسيمة الإشعاع في منطقة أشعاع فوق بنفسجية وأشعاع تحت حمراء والدوق المرئي لو تفتكر ده تقسيمة دوق الشمس الشمس موجود عنده 40% مرئي 50% حراري 10% باقي مناطق الطفل أخرى وبالتالي التقسيمة دي تقسيمة الشمس جسم الإنسان كله حراري الأرض كله حراري أما الشمس هي اللي فيها تقسيمة الثلاث مناطق دون السؤال رقم 21 شعاع وحد اللون عدد فتونات ون تردد نيو فالطاقة الكلية إحنا بجيب طاقة الفتون الواحد اتش في نيو طيب هو أنت عندك الشعاع بيبقى في فتون واحد ولا في فتونات كتير في فتونات كتير يبقى الطاقة الكلية للشعاع هتوبع عبارة عن اتش في نيو يعني إجابة صحية هتكون رقم به السؤال رقم 22 وفقا للتصور الكلاسيكي تكون شدة الإشعاع كبيرة جدا عند بين هو هنا بيقولك وفقا للتصور الكلاسيكي فتصور الكلاسيكي كانوا فاكرين أن شدة الإشعاع الكبيرة بتكون عند الأطوال الموجية الصغيرة أو عند الترددات العالية طيب أدور كده ألاقي هنا الأطوال الموجية المتوسطة هنا الأطوال الموجية القصيرة جدا دي صحيحة يبقى هما كانوا متخيلين أن عند الأطوال الموجية القصيرة يعني الترددات العالية هنلاقي شدة الإشعاع أكبر ما يمكن وبالتالي الإجابة الصحيحة رقم دال ليه رقم دال؟ لأنه هو بيتكلم على وفق التصور كلاسيكي السؤال اللي بعده رقم 23 بيقولي الإشعاع الصادر عن الأرض طبعاً بيقع بالكامل في منطقة الأشعاع تحت الحمراء يعني الإجابة الصحيحة رقم G السؤال اللي رقم 24 لازدر عن الزرة إشعاع عندما تكون في درجة حرارة طبعاً لما ما تكونش فيها أي درجة حرارة يعني عند سفر كيلفت طيب السؤال رقم 25 عندما تنتقل الزرة من مستويين E1 للمستوى E2 يعني هتترقى من E1 تروح لE2 فهذا معناه أن الزرة متص الطاقة عشان تقدر تروح للمستوى العالي ده فده معناه أنها متص الطاقة أو متصد فطونات طاقتها عبارة عن فرق الطاقة بالمستويين E2-E1 يعني الإجابة صحيحة تكون رقم B السؤال رقم 26 تعمل أجهزة الرادار بالموجات المايكرومترية السؤال ده مهم لأنه يعتبر بينه السطور يبقى أجهزة الرادار تشتغل بالموجات المايكرومترية السؤال رقم 27 تعمل أجهزة الرؤية الليلية باستخدام تقنية الإشعاع الحراري يعني هي بتشوف الإشعاع اللي طالع من الجسم دي أجهزة الرؤية الليلية الإشعاع الحراري السؤال 24 تعتمد تقنية الاستشعار عن بعد عن برضو الاشعاع الحراري السؤال رقم 29 تفسير الفيزياء الكلاسيكية الاشعاع قائمة لان اعتبرت باشعاع موجات كهرمواطسية زي ما انت خدت في تانية سنوية كنت بتوصف الضوء على انه موجات كهرمواطسية كنت بتوصفه بناء عن تصور الكلاسيكية يبقى الاجابة الصحيحة رقم دي اما السؤال رقم 30 بقول لي تفسير ماكس بلانك الاشعاع قائمة على الاساس ان الاشعاع عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمات منفصلة من الطاقة زي ما هو الف اول فرد ليه يبقى هو الاجابة الصحيحة تكون رقم جه السؤال رقم 31 الشكل مقابل مثل منحانيات بلانك الاشعاع الصادر عن جسم درجة حرارته مختلفة تي واحد تي اتنين و تي تلاتة عايز ترتيب طب تعالى عند اعلى حاجة هتقول تي تلاتة اكبر من تي اتنين اكبر من تي واحد يعني الاختيار الصحيح ربا رقم ألف السؤال اللي بعده تبقى لمنحانيات بلانك فشدد الاشعاع تقترب من السفر في الحالات الايه؟ ما عادة طب تعالى نشوف الحالات اللي بتنعدم او شدد الاشعاع بتقترب من السفر من رسمة شدد الاشعاع بتقترب السفر هنا وهنا هنا فين؟ عند الاطوال الموجية الصغيرة يعني ترددات العالية وعند الاطوال الموجية الكبيرة عن ترددات الصغيرة طيب بيقول لي هو عايز الحالة اللي ما بتنعدمش فيها شدد الاشعاع طيب الترددات العالية لا هتنعدم عندها شدد الاشعاع طب الاطوال الموجية الطويلة الأطوال الموجهة الطويلة بتنعدم عندها شدة الإشعاع طب الأطوال الموجهة القصيرة برضو بتنعدم عندها شدة الإشعاع طب الترددات المتوسطة لا دي بقى هي دي اللي أنا هقول مع عادة رقم دال دي بقى الإيجابة الصحيحة برقم دال